إلى القدس العربي رئيس الوزراء البريطاني يعبر للسيسي عن مخاوفه العميقة بشأن علاء عبد الفتاح قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه شدد على مخاوفه العميقة بشأن قضية الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح المضرب عن الطعام وذلك خلال اجتماعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين وقال دونغ ستريت في بيان عن الاجتماع بين سوناك والسيسي خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغيير المناخ كوب 27 في شرم الشيخ أثار رئيس الوزراء قضية علاء عبد الفتاح مشددا على مخاوف الحكومة البريطانية العميقة بهذا الخصوص وأضف البيان قال رئيس الوزراء إنه يأمل أن يرى تسوية لهذا الأمر في أقرب وقت وأنه سيواصل الضغط لإحراز تقدم فيما أشار بيان من الرئاسة المصرية إلى أن اللقاء تطرق إلى مناقشة الجهود المشتركة للبلدين لدعم وتعزيز عمل المناخ على المستويين الإقليمي والدولي فضلا عن سبل وآفاق تدعيم أطر التعاون الثنائي بين البلدين على شتى الأصعدة واستغلال الإمكانيات المتاحة لدى الجانبين في هذا الصدد حيث تم التوافق على استمرار وتكثيف الحوار المتبادل والبناء بين البلدين الصديقين خلال الفترة المقبلة